اشتركوا في القناة السلام على مولانا بقية الله في أرضه وحجته على عباده مولانا صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ووصل زماننا بزمانه وجعلنا من مقوية سلطانه وخدمه المنتصرين به المستشهدين بين يديه الطاهرتين إنه قريب سميع ومجيب السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته على أعتاب شهر محرم الحرام والمتعارف عليه أيضا برأس السنة الهجرية الجديدة الهجرية الأمرية يستهلوا هذا الشهر بالأحزان هذا العام يستهل بالأحزان شيعتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا وحياة الإنسان حياة مليئة بالتقلبات والمفاجآت وبالتالي مع كل حدث هناك شعور خاص ينتاب الإنسان مرة بيكون بالفرح والسرور مرة بيكون بالحزن والأسى والمصائب وبالتالي الإنسان هو كتلة مشاعر لا يستطيع أن ينفك الإنسان عن الأحداث لأن في كل حدث هناك ما يعود بالإنسان على النفع أو الضرر أو الألم أو المشقة الإنسان مش حياة ولا حجر الإنسان كتلة مشاعر وبالتالي الحزن هو من الصفات الخاصة بأصحاب القضايا والفرح عادة هو من صفات الإنسان اللامبالي كلما عاش الإنسان حالات اللامبالات وكان فرحا في لدات هذه الدنيا كلما كان شخصيته كان ببسيطة وخفيفة لا يصنع الإنسان بالفرح فقط الفرح هو منشأ الغفلة منشأ الاستخفاف منشأ الشخصية غير الجادة منشأ الشخصية التي تعيش بالتفاعل مع الآخرين أما الحزن يأخذ مجرى في داخل النفس الحزن يصنع العقل والإرادة والجدية والواقع الحزن ليس يأس الحزن هو مجموعة قضايا يدركها الإنسان فتثير في نفسه المشاعر الجدية القرآن نزل بالأحزان ويقرأ القرآن بالحزن يستحب قراءته بحالة الحزن الحزن يوقذ الإنسان أما الفرح والمرح والسرور يجعل شخصيته خفيفة للإنسان لذلك اختار الله عز وجل أكثر العناصر إيقاضا للإنسان هو أن يعيش في جو من الآلام التي تثير فيه دفائن العقول وتجعل الإنسان غزير الدمعة شعوره يولد إرادة قوية ويصنع الحزن المواقف ويصنع ويسقل الشخصية عشان هيك لو الله عز وجل بده يختار لأعز عباده أو لياءه أي امتحان نجد بأن القاسم المشترك في الامتحانات هو دائما شو الفتن والمصائب نبي موسى عليه السلام وفتناك فتونة ما ضل فيه موقف إلا وتعرض له النبي موسى عليه السلام كله بجو الضغط لأنه بالضغط تظهر جواهر الرجال والناس والمواقف بالضغط الإنسان بنعرف قديش مستوى الصبر اللي عنده بالضغط بنعرف قديش عنده قوة مقاومة وبالتالي نحن منقول بالزيارة لإمام الحسين عليه السلام نحن وسجدين شو منقول نحن وسجدين الحمد لله شو شو بيقول بالسجود الواحد اللهم لك الحمد وحمد الشاكرين لك على 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 عظيمة رزية بشيك بحمد الله على الرزية على هذا المصاب معقولي واحد بمصاب يولد الحمد طبعا لأنه هذا المصاب مش مصيبة بمعنى المصيبة اللي بتجي هاك كارسي يعني لا مش هاك المصيبة يعني الحدث الجليل الذي استطاع الإمام الحسين أن يولد فيه الكثير من صناعة الحياة والقوة عند الناس حتى الدم الدم الله لونه أحمر وأكتر شيء بضاين الدم يعني الدم بطيء الزوال بيعلم الدم ويثير دايما الدم بيستنهد بيخلي الإنسان يستنفر مشاعر وبيفيق من الغفلة بس واحد يشوف مظلوم مدرج بدمائه بصير عنده حياة مليئة بالتفاعل ومليئة بالاتخاذ الموقف عشان هيك يا الله عز وجل نقل الإمام الحسين مسلخ العشق والحب نحن بالروايات أنه كل ما بدأ شهر محرم كان الإمام زين العابدين أئمتنا لا يتبسمون لا يفرحون كان الحزن بادي عليهم طيلة العشرة أيام وبالتالي حتى المرحوم الشيخ الملك التبريزي صاحب كتاب المراقبات بيقول أنا كان عندي ولد صغير عمره كم سنة فلما كل ما يفوت محرم لاحظ عليه مش عم يأكل شو يكتفى بأكل الخبز خبز يابس بس بيقول أنه شعور الباطن لابنه هذا الصغير جعله ربما يتفاعل مع هذه المصيبة التي ملأت أركان السماوات والأراضين فتنفعل فيه الروح من الصافين هذا الطفل كان وكأنه فطريا يشعر في باطنه بألم فقدان إمام من أئمتي عليه السلام لذلك كان يمتنع عن الأكل العادي ما يطلبش حلو ما يلعبش كتير لذلك الحزن هو واحد من القضايا التي يتأثر فيها الأولياء وأتباع الأولياء مش الحزن على فقدان شغلة عادية دنيوي لا هذا حزن على مصاب وهذا المصاب أثر في الوجود يعني بيقولوا بالروايات أنه أنه دمك الذي شعرب منه ملائكة العرش أو مثلا سكن في الخلد دم الإمام الحسين سكن في الخلد مش لعبة قصة الحدث اللي صار لأنه مركزية لإمام الحسين بين أهل البات أنه الوحيد كان المحاط بمجموعة من المعصومين ولا خلاف على شخصيته وعلى نسبه وما حدا أنا بينكر أنه هو صبت الرسول صلى الله عليه وآله وابن فاطمة البتول وابن أمير المؤمن ما حدا بينكر ما حدا بينكر أبدا أبدا وبالتالي ما عنده قضية مذهبية لحتى يختلفوا عليه شو عنده إمام الحسين الوحيد الذي يتجاوز بدمه الصراع المذهبة والصراع العائلة أو الصراع المحدود وبالتالي مشهدية الإمام الحسين يقبلها كل مظلوم مهما كان دينه مهما كان انتماؤه لأنه الظلم أصعب شيء بالوجود هو الظلم ما في أصعب الملك يبقى مع الكفر ولكن لا يبقى مع الظلم مع الكفر ممكن يبقى واحد مشرك عنده مثلا يدين إلى مدى لدين سماوة ولكن مشرك بعقيده وبعلاقاته كحاكم يمكن يكون عم يعمل منعه ما بيقتل ما بيظلم ماشا ممكن الله يخلي الملك مع الكفر ولكن مع الظلم مستحيل إمام علي عليه السلام بقول ولا تقوين سلطانك بسفك دم حرام فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه قداش عاش يزيد دخلكم بعد الإمام الحسين ميني بيعرف سنتان انكتر لثلاثة سنين يعني ما بتحرز إنه سنتان ثلاثة وانقتل بظروف غامضة والله بيعلم مينه يعني قلع بقوله حد زريرية انه كان برحلة تساد بالشام يعني على كل التقادير نحن اليوم على أعتاب حدث عن جدهد بمس القلب من جوبة والروح لأنه يعني يتناول إنسان بسيوفه أحب خلق الله وأعز خلق الله أطهر خلق الله وأشفع الشافعين يعني شفاعة الإمام الحسين عليه السلام هي التي أحيطت بكربلة شفاعة أمام الحسين هو رحمة الله الواسع ولما بيكون واحد رحمة الله الواسع يعني يا شيعة أهل البيت يا محبين بالعالم أنتم مجالسكم مجالس رحمة الله الواسع لا حدود لهذه المجالس إذن نحن كيف نحضر أنفسنا على المستوى الشخصي على المستوى العائلة على المستوى الاجتماع العام تعفوا أن عاشورة هي رسالة سمحت أمين العام بيقول حاولوا شوهوا كل شي عنا بس كربلة وعاشورة ما قدروا ليهم ما قدروا ينزعوهم من مقلوبنا ولا من حياتنا ولا من ثقافتنا ولا من أعمالنا اليومية أبدا مستحيل أنه حدا يقدر ينزع حب الإمام الحسين من حياة الأمة مستحيل لو شو ما عمله ولطالما كان الإمام الحسين عليه السلام بعد شهادته حاضرا مع الناس هاديا للناس شفيقا على الناس مقامه لحاله هو مورد توبة وشفاعة ما قامه بس ما قامه نفس المقام الحائر الحسين هناك لحت الإب هذا المقام نفسه لحاله أصى له آثار تكوينية له معجزات وكرمات وبركات فيه شغلات يعني بمقام الإمام الحسين عليه السلام عجيبة غريبة يمكن ذكرت لكم مرض الماضي أو ناس أم أحد الشهداء قبل ما يستشهد ابنها بتقله رايحة على الزيارة يا ابن بتقديلي هالرسالة كان يروحوا بالبر يعني فهم قالت له ايه ولو هيو ماشي بالصحراء صارت تفكر شو كاتب بالرسالة يلا لا افتحها فتحت الرسالة وإذا بها تقرأ يقول للإمام الحسين خذني إليك أريد الشهادة أمها بتحط بإيدها رسالة عم يطلب فيها ابنها من الإمام الحسين يستشهد قرأت له يا طويلة عليك خزقتها وزتتها من الشباك بالصحراء كل ورقة راح تشكل شو مفكري هي إنه الإمام الحسين إذا بتوصل الرسالة بيعرف الإمام الحسين أو بتوصلش الرسالة بيعرفش موقف القصة على شو على الأفص على المقام وصلت على بوابة المقام وجاءها اتصال ابنك صار شهيد قبل ما تفوت قبل ما تفوت هي فكرت إنه لما بزت واحد الرسالة بالهوى الإمام الحسين يعني إنه بيوصلوش الخبر لا إمام الحسين رحمة الله الواسع إمام الحسين حي يرزق وهو حاضر في عالم الملك والملكوت وكل العوالم أهل القبور بيحتاجوا إلى شفاعته اللي بيروح بزر إمام الحسين الله بيخلق له ملايكة بصير يطوفه حول الأبر بس يرجعها لا يتوفى هؤل ملايكة الله بيخلق اليون إله خاصين فيه فقط يطوفون ويزورون للإمام الحسين وأجرهم لإله لها وإن هو يجي على لبنان عم بياكل ويشرب وروح ويجي طالما هو عايش الملايكة عم بتطوف حول المقام وتستغفر له وتذكر له الله وكل الأعمال لإله ماذا بيجرب ما يتوفى الله بيأمر الملايكة يروحوا بتشيعوا بيضلوا يشيعوا لهذا الزائر بس يدفنوا بيضلوا حول قبره يطوفوا حول قبره ليوم لإيامة ويستغفروا لهذا الزائر ليوم لإيامة شو لكن شو هي هيك إمام الحسان عمستوى التأثير والبركات والتغيير الشخصي لا يمكن للإنسان أنه يعني يتجاهل هيدا الموضوع فعلا لذلك نحن على موعد صح إنسان يعني على المستوى الفيزيائي مبارك إنسان من دم ولحم رسول الله صلى الله عليه وآله اللي بدوش يبكي عشان هذا الجسد يبكي عشان القلب هذا القلب اللي وجه لإله سهم ثلاث شعب بيوم عشرة وبالتالي هذا القلب كان فيه عرش الرحمن كان القلب هذا هو مركز ولاية الله مركز الهداية مركز القرآن وبالتالي نحن فقدنا مثل هذه الأيام البلاتجة فقدنا هذا المستوى من الفرص التي كان يشكلها إمامنا الحسين عليه السلام سمعت الأمين العام بيقول إنه أنا كل ما بشوف الجموع هلا والمقاومة وإنكازة والحشود بيبكي على أبي عبد الله الحسين دي كان وحيد والأول ما بيتبادل لديهنه البكاء على الإمام الحسين كان يقول له هو بيقول إنه ليش بيضلك عابس بالاحتفالات العامة بيوم الإدس بعشورة بكذا بيقول أنا مش عابس أنا عم بيبكي على الإمام الحسين إنه أنا بدي حوالي كل هدي العالم والإمام الحسين بيقول أهل من ناصر ينصرني يا أهلنا الأعزاء الاستعداد لاستقبال وتعظيم شهر محرم بيبلش من هلا نحن اليوم الأربع يمكن يقوله إنه أوله السبت فبتصير بدي بيبلش يمكن الجمعة بالله على كل التقدير سواء كان السبت أو الأحد نحن على فارق يومان ما ننهير حالنا على المستوى الشخص بالروايات هل تعرف أول الشهر كمان في الأعمال المستحبة بتاعت الشهر يعني صلاة ركعتان والصدق أو هالشغلات اللي معروفة بيعملها الواحة فأول يوم من شهر محرم اليوم اللي كان فيه الإمام الحسين على أعتاب حط الرحال يعني متلا بيقوله وبالتالي هؤل عشر تيام بيختلفوا عن عشر تيام دي الحجة كانوا الحجاج عم بيلبوا بيمكي ويطلعوا على عرفة إمام الحسين كان تلبيته غير مطرح تاني هذي كانوا ينحروا الأنعام بس لولاد كانت باتنحر بكربلة يعني التضحية والشهادة والطواف الذي يعني إنسان بيطف براسه بجسمه حول الكعبة ولكن بهذه العشر تيام كانت الرؤوس يطاف بها على القناة بالبلدان إذن حادثة لازم تستسير فينا كثير من الأضايا لحالة هذه الحادثة يعني مين بده ينكر مين بده يشكك سمعوا هالقصة مش عايز أحكيتها مرت الماضي أو اللي قبل إنه واحد تخيلوا أنتوا واحد بكون يعني عايش على المحرمات عايش على الكبائر وعالاستخفاف بأهل البيت هو شيء يعني بالهوية وكان عايش بالعراق الظاهر بالنجف بشي ما ترى الله بيعلم صار عمره بالستينات سبعينات لا بيعرف القبل لا بيعرف حدا يعني شوف الجفاء اللي بيكون فيه الواحد أسيوت القلب المعاصي أذى الناس أكل عقوق الناس بيقول يوم الأيام بيقول سمعت إنه فيه عشورة وأربعين وما أربعين واني روح شوف هالأربعين شو هي هالعشورة شو هي طبعا أنا سمعت من ناس إيرانية هني صارت معهم يعني مسجلين هن وهني عم يروهها عنه لهذا الشخص هو هذا فهذا الشخص بيكون بد يروح يستطلع شو بيعملوا الناس بالمشاية بيوصل ع أول المشاية في قبيلته تعمل هي هونيك مثل أماكن لطييفة رفت كيف بيعرفوا قرب لعندون زعبوا أنت واحد هاك 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 ما بتستيل أنت كببيت شاي ما بيطلع لك ومن هون روح طردوه كفل قدام وصل ع مطرحة مضاف ما بيعرفوه بده شاي قالوا له إيه فيه شاي بس فيش سكر روح اشتري كليان سكر على حب الإمام الحسين قالوا إيه بروح تبهوا منع راح جاب كليان سكر هو راجع في مضاف تاني كمان بده سكر ففكروا هم بيوز عامو أخ عشتوا إيههم وعطاهن إيههم قال برجع بروح بجيب كليان سكر تاني فيه الشي هو راجع مات هو على الأرض ومات سكت قلبية وين بين المشجاية بين الناس بهالأثناء رجع عاش بعدين هلا بقلكم ليش عاش كان يعني فيه معجزة صارت ومقاولي ومقاولي ويسموه يصرف له ولكنه مات بيقول هو بواقف بالنجف عم بفوت ناس إيرانية بالقوة على بيته وكان البكاء يخرج الدموع تخرج من عينيه مثل الشتاء هيك رزاز يعني مش هيك مش تنزل عاخدوده مش رقراق يعني بخاخ بيقولوا هن هوا الإيرانية الدموع وصلت علينا من شدة البكاء بدكن تاكلوا عندي بدكن تاكلوا عحب أبي عبد الله أنا كزا قبلوا فاتوا لجوا هن يعدين عم بدي يروح يحضر الأكل هو حاطت صورة هو قبر مع واحد مية حد القبر فاهم وسألوا قالوا يا عمي شو بتكن بها الشغلة قبل الطعام ولا بعد الطعام إذا قبل الطعام بتاكلوا فكلوا على حب الإيمان الحسين وبعدين أنا بيقلكون شو القصة أكلوا شربوا شاي وكل شي قالوا يلا خبرنا شو القصة قالوا أنا كنت واحد اثنين ثلاث اربع خمسة رحت بدي استطلع شوف شو هي المشاية زعبوني قبيلت وصلت عن الناس عم جيب هاك عم جيب هاك وقعتوا متت بس لما متت إجوا لي الزبانية ملائكة شداد غلاط ديقري مباشرة يعني مش ناطين على مش تايقين وكاين بدي بل شوف يعني قلب معمل منه من أعماله بصحاف شوية هن وعم يتخانق على وهو بانديهم متوفة بيجي نور مني بيجي من جهة كربلة إمام الحسين بلو شو عم تعملوا فيه قالوا له هيدا هاك 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 قالوا ش يعني هاك هاك قالوا له ما مخلي كبيرة ما مخلي أزم سبعين سنة وهو عايش على الكبير قالوا طيب قالوا إمام الحسين قالوا طب هوا السكرات السكرات اللي أخدوهم منه أول مرة أو اللي كانوا بييدوا على الأرض شو رأي كنت عدوهن وإذا كانوا ذنوب وقدل حبات السكر بيكون خلاص مش الحان بيشفعوا له سكرات حبات السكر عدوهن الملك قالوا قالوا لا بعد فا يعني شو تتخيل أنت تعاف قداش نين كيلو سكر كم حبي بيطلعوا كل حبي من الكبائر هادي للناس اللي هلا يأسنين وحزننين وبيعتبروا حالهم أنه الله عز وجل بتليهن وبذنوب وعيوبه عمي تعال عن مام الحسين مام الحسين القصة كلها باب رحمة الله الواسع هونيكي هونيكي مجالس أبي عبد الله مجالس التواب الرحيم هونيك مما كان شو ما كان شو ما كان عامل تعوا التحقوا بالسفينة ستقلع بأول محرم وستبحر شاك سفينة فبيرجع بيقولوا اليوم الحسين طالما هيك ما قدوش أنا رح ضل يجيب له سكر وتعدوا حبات السكر لحطي يخلصوا ذنوبه وأني شفيع أنا شفيع رجع الإمام ببركته عاش هذا الإنسان وبتاب وصار شو بدو يعمل هلا بدو يكثر فيعد عم يعزم هيدا وهيدا 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 إمام الحسين بلايك أنا بجيب السكر هل أدي هل أدي الرأفة هل أدي الرحمة كل ما هونيلك بعض الزلمة عم يخطي خطوطين ليجيب كيسين سكر للضيوف للزوار الإمام الحسين تعفوا أنتو شعني زوار الإمام الحسين لكن الغبرات اللي بيطلعوا من أقدامهم على اتياب العالم وعلى وجه العالم لك حتى بينتفع فيها غير المسلم لهالدرجة ولما منحكي عن التربة الحسينية بيقوموا لينا شيء بيقوموا لينا أنا هديك اليوم أخ من الإخوان الذي بدأ ينتشر به المرض الخطير في كل أنحاء جسده فأعطي من التربة الحسينية ما أعطي رجعت شفت وعتمع كأنه لم يصب بشيء من وراء تربة الحسينية هذا قدامنا مع أنه يعني واصل لمرحلة الانتشار كيف يعني نحن السلام على من من جعل الشفاء في تربته نحن اليوم لما نتناول إمام الحسين نتناول كشخص عظيم وقائد كبير يمتلك مشروعا إلهيا هو استضعف وليس ضعيفا وليس إنسانا يمتلك من الشفقة حتى نبكي عليه نبكي على شجاعته نبكي على صبره نبكي على حقه نبكي على رحمته التي فقدناها نحن نبكيه لأجلنا نحن نبكيه لأجلنا لجناعة إرادتنا نحن ما نبكي الإمام الحسين عليه السلام مثل بكاء لفائد يعني حدا هيك ضرب السيارة هي مش هيك القصة هذا شرف كبير وفخر كبير إن إمامنا المعصوم إمام الكون يستطيع أن يضحي بهذا الشكل من التضحي وبالتالي لنفكر إن الإمام الحسين عليه السلام مستضعف وضعيف بنفس الوقت لا يا حبيبي لا كان كلما اشتد الحصار بيض وجهه وأصبح يتوهج نورا وسكينة وطمأنينة شو مفكرين كان كان اليقين والنور كان عمالي بيشع من وجهه لإمام الحسين هو اللي معه بياخر اللحظات مش قصة إنه إذا بنبكي الإمام الحسين بقولوا لأيكم هاو دي جيين عاملين الإمام الحسين مطي لحتى لحتى يستغفره بس وهيك لا هو باب الله هو حجة الله والتالي أنت لما بتروح تعترف بولايته تعترف بحقه تتعاطف مع مظلوميته شو معناها معناها إنه هذه المظلومية ما إجت إلا لحتى يفدينا لإلنا يوم لإيامه لاش تحمل العطش والسبي والهجرة والحصار والتشريد وقتل الأحبة كلمال مين كلمال إنه يصير هو هذي لإلنا بالدنيا وشفيع يوم لإيامه وبالتالي نحن شجل نقدم له الإمام الحسين شو ردة الجميل اللي إلنا تجاهه أقل شي على المستوى الشخص يبلش يحضر حاله الواحد يحضر نفسيا يتهيأ لهيبة المجلس للحضور بالمجلس للمتابعة لخدمة المجالس إذا بتعرفوا من يخدم مجالس أبي عبد الله عم يخدم نور الله إمام الحسين عم يخدم رحمة الله الواسعة شو عم يخدم يعني أنتم عارفين هذا المجلس قداش كبير هذا المجلس تنظر إليه الزهراء من أعلى العرش وتطلب الشفاعة والمغفرة لقائمين العزاء على أبي عبد الله الحسين ما في عقل بيقدر يتحمل ماذا يحصل عندما يحيي الإنسان قلبه بالإمام الحسين ما في حدا ولا يمكن لذلك نحن مع حدث عن جد الإنسان يعني يتفطر قلبه مثل بقوله خلاص بتلت بني هذا ما بيقدر شو بدي يحكي بدي يحكي عن القرآن اللي حوصر بكربلا شو بدي يحكي عن منظومة الأخلاق جب لي شيء اسم من أسماء الله الحسن مش كين متحلي في قلب الإمام الحسين جب لي جب لي لشو ماذا كان ينقص قلب الإمام الحسين من اسم الله الأعظم ألم يكن صورة ألم يكن تجلي يعني عمالي بيقتله شو عم يقتله الإنسانية فيه عم يقتله الحق فيه عم يقتله القرآن فيه عم يقتله كل شيء شو عنده الإمام الحسين إمام الحسين كان انتصاره كانت شهادته زرعا عميقا في الارض ولكن كان انتصاره طويلا في المدى في الزمن لعند الامام الخمين هونيك يبلش الناتج الشهادة استراتيجية بتعمل نصر استراتيجي نصر استراتيجي نحن اليوم كل ما عنا اليوم من امن ومن قوة ومن عزة ومن تحرير كله هذا بسبب مين بسبب كلنا كلنا تلميذ تحت منبر الامام الحسين عليه السلام تلميذ تحت المنبر عم نتعلم كيف بيكون الانسان قوي من دون سلاح كيف الانسان بيكون استشهاده من دون خوف بيصنع فيك انسان فولاذ لانه قضية الامام الحسين قضية التوحيد كله قضية المشروع الالهي كله مش قضية سياسية عم يتقاتلوا على الحكم وراحوا صاروا كذا لا يا حبيبي في عملية استنهاد امي هلأ البكاء على ابي عبد الله الحسين يعجل بالفرج كلما زاد البكاؤون والحضار والناس اللي بيتثقفوا تحت منبر الامام الحسين عليه السلام بعاشوره بالعالم كله والله بيعلم كم مجلس حيكونوا يعني حدا نشي بيعرف كم مجلس إلا الله والامام المعصوم والملايك اللي بيعطوهن لي يعدوا المجالس بالعالم كله ما حدا بيقدر يحصي ما حدا بيقدر يحصي بأفريقيا بآخر الدنيا باللغات كلها بتشوف ولد صغير أنا مرأت عفريقيا سنين طويلة ولد صغير بيقالفش يحكي عرب لابس كنز صغير يا حسين فقير مستضعف يعد بآخر الدنيا بالغابات ويدعمين دب على أبي عبد الله الحسين شو فوض قلب أمام الحسين عليه لأنه أمام الحسين هو عنوان كل روح كل شيء واحد اسمه إنسان ليصبح إنسانا يجب أن يتعرف على على هذه الروح التي عرجت في ذلك اليوم على المستوى الشخصي بده إنسان يعمل علامات الحزن ببيته بتيابه باهتمامه بالمواقيد حتى المئة مرة هده يعني يقرأ الواحب مثلا صوت التوحيب مئة مرة يومية بوصف فيها علمائنا كثير مهمة بتهديها للإمام الحسين عليه السلام شو هي المئة مرة يعني جرب ما أسبحه مشاي خمسة عشر الصبح خمسة عشر الظهر هيا ثلاثين خمسة عشر العصر هيا قديش شعروا خمسة وقرمين وخمسة عشر المغرب عم 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 نبسط لكم ياه عم نعمال لكم يون ديليفري شو بكم عم نبسطه بيقلك أفث مية أصلا الإمام الحسين يستدعي ذكر الله ذكره ذكر الله شو يعني صوت التوحيب تقرؤ أطلاب مرات كأنه ختمت القرآن شو يعني ثلاثة وثلاثين مرة ختمة قرآن كل يوم يعني يعني معناته أنه دمه يعني دمه هو يعني نور القرآن يحيي نور القرآن حافظ القرآن بدمه إن له لحافظون هان هكذا يحفظ القرآن يحفظ بالدم مش بتخبه بس بتأفل عليه تحميه بوجودك نحن اليوم على المستوى الشخصي ما نعيش هدي الحالة صدق عن روح الإمام الحسين إطعام شوفوا الهريسة شوفوا ثقافة الإطعام والكرم هلأ مش قادر واحد يعمل مثل الأول نتيجة الوضع ونتيجة نتيجة بيكفيها الأدي شفته إذا واحد يعمل الأدي مش دوره يعطي إذا هو محتاج ما يعطيش حدا يأكلوا عن حب الإمام الحسين هو أهل بيته نحن شو يعني مهم في تعبير تعبير يعبر الواحد كرم ياما ناس بينطروا بينطروا العاشورة لحتى يعيشوا يأكلوا يشربوا فؤرة ياما في ناس إمام الحسين عليه السلام يعني يعني الله عز وجل عمل المعجزات بدمه المعجزات عشان هيك على المستوى العائلة بالعائلة حلوة بالعائلة هلأ مثلا يحطوا شوية سواد على البواب هون وهون الولد الصغار يساعدوا خلي الولد ما بدون ما يشيطن الولد شغله بيمبسط الولد وجهه له طاقته عارشت كيف عم ينطني بتاع عالي إيه هون شو بصير مثل الخاتم مثل الخاتم بإيدكم الولد اللي بيشيطن شغله بخدمة إمام الحسين بعاشه بتلاقيه مثل بتاع عملها بسكوت والراحة زبط هي عملها دغري دغري مباشرة بيستجيب الولد وبيعمل إنتاج يعني مش إنه هاي أول شي بتخفف لطاقته داني شي بتوجهه لذلك حتى اللي بده شئره عزاء هلأ شو بيقوله لك إنه هذا بده يجيب قارئ عزاء خي حلو يجيب قارئ عزاء الواحد بس هلنش بده يلاحق قراء العزاء يقعد الواحد لحاله خمس دقايق يسكر القوضة هو بيعفش يقرأ يقعد لحاله يسلم على الإمام الحسين يقول له أنا بقراش عزاء بس أنا عم عزك هاي بلغتك يمكن يكون هذا المجلس من أجود المجالس بحياته للواحد إنه يقرأ نعي هو لحاله شن مشكلة حافظ بيتان قراه كتير حلوة هالثقافة مع أهل بيته يقعدوا مع بعضه زيارة الإمام الحسين عليه السلام يومية قده شي حلوة بالبيت الجو العائلة بده يصير حسين على المستوى الاجتماعي واضح جدا إنه نحن مجالسنا هي يعني هي الرئة اللي متنفس فيها إن شاء الله الله عزهل بيوفقنا نحن وياكم للمبادرة إلى ملء هذه المجالس بالدموع التي تطفئ غضب الرب واللي بتجيب شفاعة واللي بتطهر القلب بتغفر الدم شو بتعمل الله بيانا مشو بتعمل هذه الدموع نحن أصحاب الدمعة وأصحاب الإرادة نحن ما نحيي العقل والقلب اللي بيقلك إنه شهر عشورة للخطابات العقلية والمحاضرات اللي فيها فهم إيه منها حلوة شو المشكلة؟ بس مين اللي قال إنه العاطفة معاشورة مش هي الإحياء؟ نيناتهم مع بعضهم أبكي بعقل أبكي بمنطق لأنني أعرف منطقيا فأبكي بطريقة إنسانية وحضارية هيك بيشتغل أنا حلوة تكون الدمعة مع العقل يفهم الواحد الموضوع ويبكي عشانه مش إنه والله جاي منه نبكي لا في عملية تغيير نحن اليوم على موعد هذي سبحان الله قبل كاريشة يعني بعض ناقصهم الله يبعث لنا جرعة قوة هلأ قفت كيف؟ قوة نووية شيعية عاشورائية كربلائية من بعد يهديهم للعالم وخاصة الأربعين والأربعين هلأ كمان فنحن موسم مع الحسين هلأ نحن مثل ما قال السيد حسن بإذن الله بعد كم ساعة رح تنطلق السفينة بشكل على حب الإمام الحسين ويبركة الإمام الحسين هكذا ببركة الإمام الحسين تطلق السفينة الميزوت يوم متى مش بعاشورة طيب ماشي الله فكرنا الحصار بعاشورة كيف يقولوا نحن محاصرين داخلكم لم يجيبوا لنا إياه ها لجرب يحاصلوا مرة تانية بكرة من جبنا سفينة العباس يلا من يحي مش بس كعك العباس سفينة العباس يلا وكل ما تحدوا الحمد لله عنا أم كتير يعني منسمي أب مبنى شاك قد مبنى منسمي شو نحن فؤرة نحن جح نحن جايين لنقول للإمام الحسين أنه نحن روحنا جزء من روحك مش نحن جايين أجانب عنك نحن قصبنا في صميم قلبنا يا أخواننا وأخواتنا نحن العقل اللي بيدرك فينا إلو علاقة بولايتهم لأهل البيت القلب اللي بدأ إلو علاقة ب نبضات قلب الإمام الحسين الأخيرة شو مفكرين أنتو نحن اللي بديفهم الولاية مدرستنا يجي لعنا لحتى يقرأ شوي ويشوف ليفهم شو معنات ولي شو معنات معصوم شو معنات إمام خامس أهل الكسة يروح يشوف شو هنو شو إلو بركات عند الله عز وجل شو إلو كرمات عند الله يروح يعرفوا إيه متو حتى يعرف قديش أنت إلى خلاقة فيه نحن خلقنا من فاضل تيناتهم وعجلنا بماء ولايتهم معجلين عجل ما بيقدر واحد يفك بيننا وبينهم لو شو ما عملوا بالتاريخ كم مرة هدموا الأب كم مرة ليش اسمه الحائر لأنه كان يصبوا ماء على ليلة ضريح والماء يحور حوالاه ما يتمروا للأبر الشريف أحد علمان بيقول عظام الإمام الحسين تدق عروش الظلم كانوا ينهروا من الأبر كانوا كل خمسة يجوا بدي يزوروا الإمام الحسين يقطعوا أيد واحد وصلوا للقتل كل ثلاثة أربع يقتلوا واحد بيناتهم يقدم واحد نفسه أنا أقتل بس يرفقاتي يروح يزوره هلقد الوفاء والولاء هلقد الثبات نحن اليوم يعني يمكن غيرنا إجوا بعد الإمام الحسين وبكوا بس ما شافوا نحن شفنا الآهات والدموع وشفنا النصر انتوا قراب كتير كتير من فرج كبير بإذن الله في فرج كتير كبير بده يجي وإن شاء الله قريب بالإمام الحسين نحن نملك كل شي بالإمام الحسين ترجع أخلاقنا منعيش الأخلاق مع الإمام الحسين والكرم والصدق والتوبة والمغفرة والبصيرة والوعي والجمعة والوحدة والإلفة والخطاب المنطئة كله من الإمام الحسين كاربلا فيها كل شي كل شي فيها تيكني كولور فيها الأفريق وفيها الأصفر وفيها الأجنبة وفيها كل شي فيها الصغير والكبير والخطيار والرضيع درس لكل الأصناف وكل الأشكال والألوان كاربلا كاربلا مشهد عالمة كل واحد بالعالم له خصة بكاربلا لأنه هي كانت معجون حب إليها مع مجموعة ثلية من من الأشخاص اللي اجتمعوا اجتمعوا من كل الأماكن أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتحضير النفس والتهيئ وما يتمرق علينا هذي الأيام هيك لا هذي أيام موسم نفحات إلهي بدأت يجي هنيئا لللي بيحيي المجلس هنيئا اللي بيحضر بالمجلس هنيئا اللي بيضب كلينكس بالمجلس هنيئا اللي بيجيب بسكوتي بالمجلس بسكوتي بسكوتي صغيرة جيبة هيدا تعبير نحن اليوم الله عز وجل خصنا إن شاء الله بيخصنا هذه السنة ببركات هذه المناسبة لنصنع القوة من جديد لحتى الله عز وجل يعجل بالفرج إذا كربلة بداش تصنع فينا التمهيد للإمام نكون بعضنا مقصرين لا إن شاء الله لحنا هنيئا لألكم ولايدكم هنيئا لألكم كل ما منحنا الله عز وجل أيام النعم بس سئبة الإمام الحسين هي هي هاك هاك اللي الله بيحبه هاك بيعمل الله عز وجل بيحبه بيعمل فيه هاك يخليش منه ضر ونسأل الله إنه ما يخلي فينا بحبه وطاعتنا له وولايتنا لأهل بيت النبو وللنبي وعبوديتنا لله أن يذيقنا الطعم الشهد لتلك الشهادة أسوة بأهل البيت هونيك يعني الواحد مننا عن جد يقول له لأ الله ما بنقدر نحن نوفه إلا ما نعمل ما نبيصير فينا متى ما صار بيعمل أفضل شي هاك أفضل شي الفناء في الله أفضل شي القتل في الله أفضل شي أن يبدل الإنسان كل وجوده لله وينظر وينظر كل عائلته لله هاك هاك لكن شو بأت إلا إني نظرت لك ما في بطني محررا بس هنا إنه إما لمريم عليه السلام بس هنا بينظروا الواحد قبل ما يخلق نحن ندرين أحفادنا ما أفضل أحفاد أحفادنا ندرينهم لمين بدكم مثلا للرقية للرقية يا أخي نحن مين بدكم للطفل الرضيع للطفل الرضيع نحن الرواية اللي متنفس منها من كاربلا ناخدها الأكسجين ناخده من كاربلا نحن من هونيك نتعلم نتعلم كيف نكون بشر وكيف نكون حقانيين من هونيك من كل حبة طراب هذه السجدة مطرح ما كان يدعس الإمام الحسين منجيب تربة منسجد عليها منطلع روحنا على السماء السابعة على العرش بتطلع قد منحنا هذا العمل اللي الله عز وجل اللي شافوا بكاربلا فداءا لله وتقديمة وبذلا هيك نازم نتعلم أنا بقلكم شغلة لازم نعمل بكاربلا هالسنة ثقافة خذ حتى طردة مش هات ماشي بنقول له لأ الله خذ الذنوب مننا اعفوا عنا خذ مننا وخذ كل اللي لازم نعمله يقبلوا مننا بس خذ ثقافة العطاء مش ثقافة الأخذ نحنا مش جايين نشحد على باب الإمام الحسين نحنا جايين نقول له نحنا شحادين شحادين لقلكم مش شحادين منكم نشحب منكم نحنا منشحد ليقبلونا نكون عندكم بس لازم هيك نكون نحنا أنا يمكن ما بعض في قصة بديختم فيها هلأ ذكرتها عن الإمام الرضا واحد كبير 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 وغنى إبلوه أنه يكون خادم عند الإمام الرضا خادم عند الإمام الرضا وين صار هيدا يكنس قدام الضريح فوق حد الأفص جاي واحد مسكين عنده مش تطويلة عريضة زدت الرسالة ما فاتتش ضربت بالأفص وقعت على الأرض هيداك عم بكنس هيداك زنجيل معه ما صار هيدا الخادم فتح الرسالة لا كاتب له الإمام الرضا قصة حياته كل ابني وحيد بلا بلا بش بتزواج وبلا شغل ونحن بايتنا مش عارف شو إشبه ويا إمام الرضا ويا إمام الرضا طب ما فوتهش مزبوط بالأفص وي بعمله أنا فقام فتحها قال لك ده عارف اسمه بس بقيف شوينه برم مشهد كله ياتله حتى استهدع له دق على البيب قال له أنت فلين قال له قال له أنت ابنك وحدان قال له بلا شغل قال له قال له مين أنت قال له أنا بايتني الإمام الرضا لعندا كيف بايتك ما بايتك شو عرفك قال له هي الرسالة مش أنت اللي مش أنت اللي كاتبها قال له أنا بس حطيتها بالأفص قال له لا ما حطيتاش بالأفص ردال هيها الإمام الرضا لأيلي لأيلي حتى أجيب إيش تعالة هون هي ابنك شغلنا هي ده بيتك زبطنا لك زوجنا لك ابنك مش عارف إذا عطاه بنته مش عارف شو قلب له حياته والله يعني إذا واحد أمرال بيصبش بيقدرش يحط الرسالة هلقدي إذا ضربت الرسالة بالمقام بتعمل شو هذا شو أهل الباد إذا بالمقام هاك كيف بك لبسيط هر الإمام المهدي شو منعمل نحن لك ها بتصور معك لإمام المهدي نسأل الله عز وجل الفرج الله يعظم أجركم يتقبل أعمالكم إن شاء الله والله عز وجل يجعلنا مقبولين عند أهل البيت وعند إمام الحسين عليه السلام والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر